طيب بالنسبة للهاشت ميسيج اثنتيكيشن كود شنو اللي نقصد بيها احنا بالضبط شنو نقصد بيها احنا بالضبط هاي او اله ماك احنا نسميها الفكرة من عنده انه يجي يعمل لك فحص للاثنتيكيشن التوثيق يعني مثلا ممكن استخدامها مع الاس ام ام بي اوكي اللي هو يستخدم الهاشت ماك حتى يتأكد من السيكوريتي كذلك ممكن انه يعمل تأكد من مصدر الاس ام ام بي ميسيج كذلك ممكن استخدام الاتش ماك في غرض الشيرد سيكور كي تمام لانه من يجي يرسل معلومات داخل النيتورك لازم يمنع حالة من الهجمات اللي احنا نسميها شنو من ان دي ميدل اتاكس وهذا الشي احنا شرحناها بالمحاضرة السابقة لكن كيف تتم عملية الارسال عملية الارسال ايضا بنفس الالية انت عندك المسيج موجود يتم تشفيرها توليد هاش الها وتشفيرها وربط الدايجست معاها لكن اهنا الدايجست مالتا من يتم ربطها مع المسيج رح يولد لك شنو رح يولد لك الماك تمام واحنا قلنا بالنسبة لنا الماك نستخدمها في موضوع شنو في موضوع الاس ام ام بي ميسيجز واللي هي اختصار لشنو للحاشة ميسيج اثنتيكيشن كود فهنانا انت عندك شنو رح يولد لك رح يولد لك المسيج مع منو موضوع وانما رح يولد لك مع الماك اوكي الام هنا رح يكون هذا يتم ارسالها عبر النيتورك يتم مقارنة هالمرة الماك مع الماك الماك المرسل مع الماك الرسيفر اوكي هاي بالنسبة شنو هاي بالنسبة لل اتش ماك لكن احنا خل نيجي على موضوع اللي هو الاسشنج بالنسبة للكي عملية تبادل المفتاح اي شلون يكون او الكي اكسشنج خل نقول عليها عملية تبادل المفاتيح عبر النيتورك اي شلون تكون سواء انت تتبادلها بين الاجهزة او تتبادلها بينك وبين الموقع اليوم من اجي على سبيل مثال افتح موقع جوجل تمام جوجل دوت كوم او جوجل درايف عنده اشوف هنا انا عندي شكل مفتاح ودا اشوف هنا دا يقولي شنو انكريبتت connection طيب قبل انخوذ مسألت السيرتفكيت وشوني تم توليد السيرتفكيت وشوني تم التعامل بين جوجل وبينك تمام لازم تخلي في بالك افضل شيء لتشفير في موضوع اليميل افضل شيء فاحنا نستخدم asymmetric انكريبتشن وهذا شرحناها بالدرس السابق زيد احنا قلنا جزء الثاني من الانكريبتشن شنو هو والنوع الثاني من الانكريبتشن شنو هو سيماتريك تمام سيماتريك انكريبتشن سيماتريك انكريبتشن وين يتم استخدامها قلنا بالداتا ترانسفير كون انه هو سريع جدا وكذلك ذو كفاءة عالية ونفس الوقت ما يدوخك بالتعقيد التشفير اضافة الى ذلك نعرف انه اسيماتريك انكريبتشن يستخدم single shared key مفتاح واحد بين الطرفين في مرحلة التشفير او مرحلة فك التشفير لذلك احنا ذكرنا بالدروس السابقة وبالمحاضرات السابقة انه معظم الانظمة اللي تم استخدامها حاليا هي تعتمد على الهايبرد كريبتو سيستم المقصد حاليا الانظمة الحديثة ما تعتمد فقط على الاسيمتريك او تعتمد فقط على السيمتريك بينما هي تعتمد على الاثنين في نفس الوقت لما نجي نفكر بموضوع السيمتريك انكريبشن ونريد نعمل عملية تبادل بيانات مع موقع جوجل او مع جوجل درايف او مع دروب بوكس فأنت في كل تلحالات وتتبادل البيانات بينك وبين اي موقع جاية تشتغل عليها الاثنين مفروض يحتون على شائرة هي لين نحن قلنا السيمتريك شائرة هي الطرفين عدو على هذا المفتاح بس السؤال هو وين شلون الطرفين راح يحملون نفس شائرة هي لانو لأنه أنت تنقل الشايرتكي أنت تعرف إحنا جنح شيء شايرتكي هو المفتاح إذا أنا أجي أنقل هذا المفتاح من وإلى عبر النيتورك فأي واحد داخل النيتورك ممكن يلقف هذا الشايرتكي إذا قدر ياخذ الشايرتكي ممكن أنه يدخل على الموقع أو يدخل على حسابي صح أو لا؟ فبهالحالة غير آمن أنه أنا أجي أنقل الشايرتكي في داخل النيتورك الحال لقوها لقو الحال إلها عن طريق شنو؟ عن طريق ال فكرتهم شنو كان؟ فكرتهم كان أنه يصنعون طريقة خوارزمية في موضوع تبادل المفتاح عبر الانترنت دي في هلمان هما سووا لنا خوارزمية خاصة بالإيسيمتريك إنكريبشن طيب شنو الفكرة من عندك كان؟ قالوا أنه إحنا ممكن ننقل الشايرتكي من طرف لطرف آخر بشكل آمن بس لكن لازم يكون هناك دليل بين الطرفين يعني شلون؟ أنا أريد أشارك الشايرتكي إحنا قلنا الشايرتكي إذا نستخدمها حتى نحافظ على البيانات مالتنا حلو بس لكن الشايرتكي الشرطة شنو هو؟ لازم بالطرفين يكون موجود يعني يمي ويمك حتى نقدر نفك التشفير وقلنا هو الشايرتكي عن طريقة أنا أشفر وعن طريقة أقدر أفك التشفير وهذا الشي شرحناها بأسبوع الفاتحة السؤال إنه الشايرتكي ما قدر نقرها الشكل بالنيتورك إذن قلنا دي في هلمان قدروا يلقلنا طريقة آمنة إنه إحنا نقدر ننقل أو نتبادل بالمفاتيح أو الشايرتكي لكن بدليل يعني شون قصدنا؟ إنه يكون عندك دليل بحيث إنه أنا أنت الشخص الموثوق حتى أقدر أتبادل وياك المفتاح الفكرة ما تلدي في هلمان شونو كان؟ إنه يولدون الشايرتكي بين الطرفين باستخدام mathematical algorithm خوارزمية رياضية الفكرة من هاي الخوارزمية ما يصير تبادل معلومات أو بيانات بين الطرفين هذا الشرط الأساسي لما نجي نستخدم دي في هلمان كخوارزمية لعملية تبادل المفتاح فقط وليس التشفير جاي نبدل مفاتيح بس نفس الوقت نعرف إنه هاي دي في هلمان هي asymmetric encryption بمعنى مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة نقدر نعتبره شنو؟ public key encryption من قلنا public key encryption ش راح يجي في بالنا؟ مفتاحين صح؟ اللي هما رياضياً اللي هم علاقة ببعض public key والprivate key وهذا الشي احنا شرحناه بالاسبوع السابق شلون جننا نستخدم public key للتشفير والprivate key لفك التشفير asymmetric encryption يحنا جاي نختي على الخوارزمية لدي في هلمان لتستخدم شنو؟ RSA RSA تعتبر asymmetric encryption الجورتم اللي هو فكرتها يقوم بإرسال المفتاح السري اللي تم تشفيره عن طريق symmetric encryption الرSA ممكن أيضاً استخدمها ك encryption وايضاً اقدر استخدمها في موضوع التوقيع الالكتروني طيب كيف راح يتم تبادل السيكيور كي اكسشانج اللي راح نستخدم بها موضوع الاسيمترق encryption أو نقدر نسميه بالدفي هلمان اللي ذكرناه لازم الطرفين على سبيل مثال إذا جاينا نوضحها بالرسمة يكون أفضل clear or نا نجي نقول مثلاً هنا انت عندك مفتاح هذا المفتاح للسندر للشخص اللي دا يرسله وهذا شنو؟ PK public key نفس الوقت يحتاج إلى مفتاح اللي هو شنو؟ أيضاً للسندر لكن راح يكون private key راح نسميها PP السندر هذا الشخص هذا لازم يولد لي شنو؟ لازم يولد لي الكي pairs اللي هو public key والprivate key الطرف الثاني اللي هو الريسيفر أيضاً لازم يحتوي على شنو؟ خلين نسميها بـ R لازم يحتوي على الـ public key طبعاً الـ public key ممكن أي واحد يشوفها ممكن نشرها بالإنترنترنت ما عنده مشكلة تمام؟ وأيضاً لازم عنده يكون شنو؟ الرسيفر لازم يكون عنده الـ private key شون راح يكون؟ شوف ركز على الطريقة أول شغلة اللي راح يسويها منه خلين نقول الشخص اللي يريد يرسل على سبيل مثال المفتاح راح يجي عن طريق الـ private key أو عفاً عن طريق الـ public key عن طريق الـ public key يجي على سبيل مثال هذا بوكس تمام؟ يجي في داخل هذا البوكس يضع شنو؟ الـ private key ويقوم بشنو؟ بعملية تشفيرها أوكي؟ هنا المفتاح أصبح في داخل شيء مشفر خلين نقول ويقوم بإرسالها الآن عندك الـ private key موجود ومشفر يرسل المن يرسل للرسيفر المستلم خلين نقوله هو هذا الشخص المستلم اللي استلم هذا المفتاح واللي راح يكون مشفر حتى يكسر هذا المفتاح احنا قلنا المستلم أيضا لازم يكون عنده private key صح له لا؟ لأن احنا قلنا شنو؟ قلنا لما نريد نشفر رسالة معينة تذكرون بالأسبوع الفات من جينا أخذنا كلمة مثلا Code for Iraq كنا كاتبين وجينا عن طريق الـ public key شفرناها وراها إجينا عن طريق الـ private key كسرنا التشفير أو فتحنا التشفير وشفنا العبارة الشان مكتوبة نفس الآلية من أجي هنانا عندي الـ private key أقدر أشفرها أو الـ key اللي أريد أشفرها عن طريق الـ public وأرسلها وعن طريق الـ private key أجي أفتح التشفير وأقدر أعرف المعلومات اللي موجودة في داخلها أوكي فاللي بداخل أشي رح يكون رح يكون هو المفتاح السري اللي أريد أنقلها بين الطرفين بهالشكل صار عدنا تبادل المفتاح واضح لما نريد نرسل بيانات كستريم كستريم فأحنا نستخدم symmetric encryption والطرفين لازم يكون عدهم نفس secret key نفس shared secret key قلنا في موضوع البيانات أحنا نستخدم symmetric ليش؟ لأنه أسرع أخف وما عنده ذاك التعقيدات الكبيرة بس عيبة أنه يكون shared key يعني الطرفين لازم عدوا بنفس المفتاح وأنا مارد أنقل هذا الشي فأنا نستخدم احنا بالـ data يعني خلي نقول بالـ transmitting data وما عندي مشكلة بيها بس حتى نضمن حماية النقل الترانزميت عملية النقل البيانات حتى نحميها أو نحمي بالأحرى نحمي عملية النقل shared key فبهالحالة نقدر نستخدم شنو؟ defi-hellman أو نستخدم symmetric encryption لأن symmetric encryption يشير لك public key بس ما راح تقدر تعرف شنو الموجود داخل هذي التشفير إلا إذا أنت كان عندك منه الprivate key فهالشكل قدرت أحمي المفتاح اللي هو shared secret key اللي هو دايشفر لي البيانات اللي جاي تنتقل بالـ data دايشفر لي الـ data اللي جاي تنتقل عبر الـ network وقدرت أيضا أحمي shared key اللي جاي ينتقل عبر الـ network اللي جاي تنتقل اللي جاي تنتقل اللي جاي تنتقل